في سياق ذي صلة أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحث ملف الربط الكهربائي بين العراق والأردن وشرح الحلبوسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أحمد الصفدي إلى زيادة منافذ بيع النفط تقول العراقي لافتا إلى أن أقول بين العقبة وأنبوب العقبة وأنبوب العقبة أقول والبصة سيرى النور قريبا الملف الأمني وملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي وتقديم الجهد الاستخباري من المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى ملاحقة من تورط في الفساد خلال الفترة السابقة في العراق وأبدت المملكة الأردنية الهاشمية تعاونهم في هذا الملف واستمرار التعاون إذا أصح التعبير في هذا الصدد وهذا الشأن دخلنا في جوانب تفصيلية تنعكس إيجابا على مستوى الشعبين في تفعيل الاتفاقات الثنائية العراقية الأردنية وأيضا تفعيل الاتفاق العراقي الأردني المصري لهذا الاتفاق أبعاد ستراتيجية تنعكس إيجابا على بلداننا وتنعكس إيجابا على استقرار المنطقة كثير من المفاصل منها الطاقة الكهربائية وموضوع الربط الكهربائي وجرى البحث تفصيليا في هذا الأمر وهي تتم للقاءات ما بين العراق والأردن في هذا الجانب من الجوانب الستراتيجية المهمة الذي يبحث عنها العراق منذ فترات طويلة وهي زيادة عدد منافذ تصدير النفط والحديث عن خط النفط ما بين البصرة والعقبة سيرى النور قريبا هذا المشروع شكرا شكرا